أعلنت وزارة الداخلية مدى فعالية المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل وذلك لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وتوفير جميع أنواع السلع بنسب تخفيض كبيرة كما قامت الوزارة بتوزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب بالمناطق الأشد احتياجا وذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية استمرارا لدور مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قررت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 30% بمناسبة العام الدراسي الجديد بالصراحة المبادرة جميلة جدا والعينة أسعار رخيصة جدا وخامات وجودة عالية قوي 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 النهار ده كنت جاي مع مامتي وكنت جاي الشيء حاجات بتها في المدرسة وبصراحة يعني أنا لميت كل الحاجات نشكر السيد الرئيس على مبادرة كلنا واحد فهندي موجودة معنا في كل المناسبات في الأعيات في حلول المدارس ستة معارض رئيسية وسبعة عشر معارض فرعيا وثمانمائة وأربعة عشر منفذا تتوفر فيها كافة أنواع المستلزمات المدرسية في إطار المبادرة وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بالأسماء والعنوين لدينا هنا حاجات حلوة أول من تشكيل شرط المقالم وحتى الزنزميات واللانش بوكس موجودة بنشكر السيد الرئيس على المبادرة ديت وبنقول تحية مصر كما تستمر المبادرة في توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفضات تصل إلى 60% حتى نهاية شهر أكتوبر وتواصل منظومة أمان طرح السلع بكافة أنواعها من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام مصر الكبيرة في كل ود وكل عاص والكل عارف أن مصر طول عمره أصل الحكاية واستكمالا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد فقد قامت الوزارة ومن خلال منظومة أمان بتجهيز وإهداء حقائب ومستلزمات مدرسية للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة والمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية بالتنسق مع مدريات الأمن وهو مقابله قاتل تلك المناطق بترحاب كبير وتقديرا لدور وزارة الداخلية الإنساني والمجتمعي مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف أن مصر طول عمره أصل الحكاية شعبه وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد حبك علينا بلدي فرد ونبقى جنبك للنهاية وبسيطة بشينت المدرسية عشان فيها كل الحاجات اللي أنا محتاجها للمدرس شرطة المدرسة كلها فيها حاجات حلوة وكل حاجات اللي احنا عايزين أشكر الرئيس أنه بيجللين احنا عايزينه وإحنا النهاردة مرسوطة وأنهم مقابلون شنة المدرسة والزباق جولنا مبادرت كلنا واحد مبادرة جميلة جدا وشكران الرئيس شكران لك ودايما فاكرنا وطاح يا مصر ولكي تصل تلك المستلزمات المدرسية إلى مستحقيها تم إفاد مأموريات إلى أماكن إقامة الأهالي في المناطق الأشد احتياجا وتسليمها لهم أنا اللي دايما ببقى واقف لي كسد ما بسمش فرصة لأي حد يمس حبة من طرابك وشمل إهداء الحقائب المدرسية دور رعاية الأيتام وقاطنيها في تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة في إطار الرعاية التي تقدمها الوزارة لهم وتظل مبادرة كلنا واحد تقدم الدعم لكافة فئات المجتمع لتخفيف الأعباء عنهم في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية وتوفير حياة كريمة لهم مبادرة إنسانية واجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في كل مكان على أرض الوطن سواء بتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفضات أو من خلال توزيع المساعدات العينية والإنسانية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا وهو ما يسم في تخفيف الأعباء عنهم عبدالبركات التلفزيون المصري اشتركوا في القناة